اللهم صالي و السلام و بارك على سيدنا محمد اليما بش نحضر مع بعضنا بشكوتو العيد بتقولوا لي بشكوتو العيد ما زال بكر عليه لكن الحقيقة انا نحضر معنيتها كايبة بشكوتو بشن صغاري اي حبوم معنيتها في السحور و كما تعرفوا حاجة يعني صحيح ما نعمل لهم شوية بشكوتو بالفيكي نتعدي و للمقادير و طريقة التحضير هذي هكا البشكوتو كما تشوفو الهنا نودكم و من شاهيكم اول حاجة نسلم على المتابعين امتاعي اجدد اللي دخلو لي و قولهم مرحبا بكم اقبل ما نعطيكم المقادير ان شاء الله يا ربي تصوموا بصحة لبدن و ان شاء الله رمضانكم مبروك و ربي فرحكم كما تفرحوا فيها تحطوا لي لايك تشتركوا عندي نتمنى حاجة واحدة انكم يعني تكتبوا لي كوانتير يعني تعرفوني بروحكا يعني هي الحكاية التشجيع به تولى هنا هذو المكوينة امتاعنا عندي 50 جرام جلجلين عندي 50 جرام لوز مرحي و عندي اربحة بيت بيض و عندي باكو سكر فانيليا و عندي رشة ملح و عندي مغارفة مغارفة خميرة حلويات و عندي مغارفة قشور بروتقال و عندي باكو نصف خميرة حلويات و الفارينة بتباع نبقى نظيف حتى للي تتلملي اللعجينة منحبهش جيه معنتها طريه و منحبهش في نفس الوقت يبسه خليكم مع بقية الفيديو عندي 250 جرام سكر محور و عندي 300 مليلتر زيت نباتي تنجم و تستعملوا على الزيت النباتي وتعملوا زيت زيتونة اه انا اضفت اربحة بيت البيض عليهم رشة ملح و عليهم باكو سكر فانيليا و نحرك الخليط متاعي ما يتطلب بش برشة تحريك كما تعرفوا السكر محور يعني في سائي ذوب و ننظيف بقي المكونات اه ستكوني راه جافي بنا ما شاء الله ما نحكي لكمش على البنا متاع هذيك البشكوتو انا نحب البشكوتو متاعي القرمش خشور البرتقال هذيك الجلجان واللوز المرحيين متوفرين عندكم تعملوهم مش متوفر معنيتها تخليوه كما هو يعني تكتفيو بالمقادير الأخرى لكن راهو بنين على الاخر جاب بجلجان المرحي و بشوية اللوز هذي هكا الخليط ريحته بنين على الاخر اضفت 300 مليلتر زيت و نحرك حتى يجنس الزيت مع بقي المكونات طريقة سهلة و بسيط بشكوتو هذيه جابنين انا كما قلت لكم نعتمدو في عندها في نحبة كوليدي زيته يحبوه معنيتها في حبو يعملوا قهوة يغطسوا بهذيك البشكوتو كل شيء و الا جي و الا اي حاجة يعني متوفر عندك في هذيه البشكوتو طوي بش نضيف الفارينة بشوية بشوية لحقيقة الفارينة اخذت معي تقريبا اقل من كيلو 900 جرام بش نضيف باكو و نصف خميرة حلويات الفارينة متاعين غربة اللي هندخل فيها لهوا ونضيف بشوية بشوية وعيني ميزاني و اللي اللي عجينة على خطر كما تعرفوا فما فارينة تشركوا فما فارينة لا مرة اخرى نرحب متابعيني جدد نقولكم مرحبا بيكم في قناتي ان شاء الله هنكون عند حسن الظن ديما نقولكم و شكرا على تشجيعاتكم باللايك و بالاشتراكات ما كمش تكتبولي في كومنتير ما تسيلش ماذا بيها ماذا بيها يعني تسجعوني وتقولولي انتم ممنين تتبعوا فيها و عجبكم المحتوى متاعي و الا لا عجبكم الفيديو و الا لا اكاهاو انا قاد نضيف في الفارينة بشوية بشوية نقولكم ربي شدكم بصحة لبلن و ان شاء الله رمضانكم مبروك و لو اني معنتها بكري شوية اما تسيلش فيكم الفيديو ان شاء الله نسلم عليكم و قلكم رمضانكم مبروك حتى لاني اجي رمضان اكاهاو نضيف الفارينة بشوية بشوية و نحرك حتى لاني معنتها يتجنس الخليط الكل و ما نحبش الخليط يجيني اطري و في نفس الوقت نحبوش يبس نحب الباتم طرية و ما تتلسقش في نفس الوقت يعني تبعوا المراحل هذو ما تبعوا المقادير يجيكم البشكوتو متاعكم ما شاء الله هذي هكا التكستير سيما عاش بش نزيد فارينة استعملت تقريبا 900 جرام نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف و نخلي لكم بشكوتو الحليب النسلي في اعلى الشاشة و الى في تعليق كيف كيف في صندوق الوصف و عندي زيدة بشكوتو بالبرتقال نخلي لكم حضرت الطبق متاعي مش نطيب في هذوك الطبقات الاليمينيوم هذوك اللي شاريتهم نعمل فيهم الكيكات دهن مش ندهنهم بالزيت بطبيعة لازم يعني ندهنوا بالزيت الطبقات متاعنا اذا ما تحبش تعمل لكن راهو بالزيت يجيد قرمش بني حتيت هذه التوى العجينة لهنا جبت الرحام متاعي انا ميخذ هذوك القالب بمتاع عشر المكينة متاعي صغيرة قصيتو على قد المكينة بتبيع مش متوفر عندك المكينة هذي تعمل المكينة بتل بشكوتو امتاعنا العلدية والزمني الكننا نعرفوا يعني مكينة البشكوتو الزمني نخرج هذوك اللي كعيبيت كما تشوفوا هنا هكا ونحطهم في الطبقة بقد انتوا بالزيت انبعدوا الكعبة على الكعبة عليش كما قلت لكم مراني اينا نحبو يبس نحبو يتجرمش يعني نحب بين الكعب والكعبة فما شوية فضاء باش كي نطيب البشكوتو يجي في جينية يتجرمش نحبو انتو ما يجيكم تري شوية تلسقو الكعبة للكعبة لهنا حبيت نشكر مرة اخرى هنا قلت لكم ما تيمسونيش في لايك وولي اول مرة يشوف قناتي يشتركوا يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد لحقيقة حبيت نحكيكم بصوتي لكن لقيت رحا المكينة عمل برشة صوت يعني نسيت فعن سكتها ونتكلم حصلوا قصيت الصوت وسجلته المهام بعدها خليت الفور يسخن على 180 درجة ودخلت البشكوتو يتيب في الفور نكملهم يعني الكل بالطبيعة نكمل الكعبات موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى رحي오 موسيقى انا دخلت فيهم الفضاء معانيتها بين الكعبة والكعبة باش يجينا البشكوتم بتاعنا كروستيان ويدجرمش ندخلهم للفور يتيبوا ونرجعوا نحبكم هذه البشكوتم ما شاء الله ونحكي لكم مش على البنة وعلى الريحة كيفاش انا نطيبوا نطيبوا بزيد على خطرين نحبوا يتجرمش وهذه هي كنت وصفتنا لليوم باش كوتوا متاعنا لليوم استنيعوني في فيديو جديد وباي باي وبسلامة